اشتركوا في القناة مش انتقاد ومش انتقاص من احد ولا يخص لجنة السيد احمد مجاهد ولا من قبله سيد عمر الجناني ولا قبلهم حتى اتحادات الكرة انا بتكلم على فك واتكلم على رؤية وبتكلم على اسلوب ادارة نترحنا الحقيقة في اكتر من حلقة وتكلمنا مع ضيوفنا هنا في السادسة على موسم جاي في منتجه الصعوبة وفوق الاحتمال سواء كنت بتكلم على منتخب مصر الوطني او كنت بتكلم على الاندية المصرية وتحديدا كمان يمكن الاندية المصرية اللي هتشارك في بطولات افريقية عندنا اربع عندية ما زالوا حتى اللحظة على المتستفهام مش عارفين مصرهم ايه يعني هل زي ما بعت اتحاد الافريقي بل اتحاد المصر اتحاد الافريقي اهل زمالك مصري بيرامدز ولا ممكن يكون في تغيير لكن معلنا دي نقطة بسيطة جدا وتفصيلة بسيطة جدا في منظومة محدش فيها شايف مش هقول لحضراتكم السنة الجاية الشهر ولا الشهرين اللي جايين فيهم ايه انا مش بكلم حضراتكم وهنا انا مش بهاجم حد بعينه انا بكلم على اسلوب ادارة كرة المصرية انا مش بكلم حضراتكم في خطة هتستمر الخمس سنين نبقى عارفين فيها رأسنا من رجلينا نبقى عارفين فيها تخطيط الاتحادات المتعاقبة واللجان المتعاقبة المسؤولة عن ادارة الكرة المصرية ايه بالنسبة لمنتخب مصر او منتخبات مصر ايه خطتهم لتطوير اللعبة من ناحية الفنية ومن ناحية الكوادر التدريب ومن ناحية البنية التحتية ومن ناحية النحية التقنية اللي بقت صداع وازمة في كل مباراة بنعيشها في الدوري كل مباراة فيها مشكلة تقنية كل مباراة فيها مشكلة في متعلقة ومرتبطة بمنظومة التحكيم مش بكلم حضراتكم في خطة من حق المصريين المحبين لرياضة الكرة القدم الرياضة الشعبية الاولى ان احنا نعرف دخل اتحاد الكرة مثلا قد ايه وبيوجه منه قد ايه لعمل لعبة او لتطويرها او لتطوير كوادرها مش بكلم حضراتكم على خطة لمشاركة المنتخب المصري في بطولات جاية لغاية لما نروح لكاس العالم 26 ولا كاس العالم 30 انا بكلم حضراتكم في موسم واحد بكلم حضراتكم في سنة واحدة ارتباطات المنتخب الوطني فيها حدث ولا حرج ارتباطات الاندية المصرية وفي مقدمتها طبعا الاهلي اللي بتأكيد عنده مشاركات زيادة بحكم مشاركته في بطولة زي بطولة كاس العالم الاندية بحكم مشاركته في بطولة زي بطولة سوبر افريقيا سوبر مصري كل ده ارتباطات كتيرة جدا ومحدش للأسف بيتكلموا كأننا مستنين المشكلة تحصل عشان بعد كده نعد نفكر هنعمل ايه على كل الاحوال هنتكلم النهاردة على موسم شبه مضغوط الحلول المقترحة كلها مش مقنعة تقريبا لكل الاطراف وخلينا كمان نتكلم على مطش الجونة الاهلي يمكن النهاردة بيرجع مرة تانية يستقنف تدريباته بيستعد طبعا لمواجهة الجونة مطشين مش هقول عنهم يعني مش مهمين لا كل مباراة للأهلي بيخدها مهمة جدا وخصوصا انك انت مقبل على عدد مهم جدا من البطولات مهم تبقى جاهز مهم فرقتك تبقى فورمة مهم لعابتك تبقى مستوى الفني والبدني والمعناوي في اعلى حالاته وبالتالي سواء كانت مباراة الجونة او مباراة اسوان اعتقد ان الجهاز الفني واللعابين هيتعاملوا معاهم بمنتهى الجدية وخصوصا انه رقميا وحسبيا البطولة لم تنتهي بعد خليني قبل ما ادخل في تفاصيل الحلقة وقبل ما نروح لمرعب التيتش عشان نتابع تمرنت النهاردة ونعرف تفاصيلها خليني افكر حضراتكم بسؤالنا اللي هيستمر ان شاء الله على مدار اليومين الجايين وتحديدا لغاية يوم الثلاث موعد لقاء الاهلي والجونة السؤال موجود على صفحتنا على السوشيال ميديا المختلفة فيسبوك تويتر انستجرام من وجهة نظر جمهور النادي الاهلي مين هم افضل تلات لعبين في مباراة المصري في منافسة مشتدة جدا جدا الحقيقة في الفترة الاخيرة بين نجوم النادي الاهلي اللي تقلقوا بشكل كبير جدا وخصوصا طبعا على الصدارة وكل مطش من المطشات اللي جاية هيساهم بشكل كبير جدا في تحديد هوية افضل لعب في النادي الاهلي على مدار موسم هو صعب هو مزدحم هو شاهد على نجاح الجيل ده بقى كماله بالتأكيد لكن بالتأكيد كل واحد لازم ياخد حق والنهاردة كمان هنروح للدوري الالماني اللي بدأ بمنتهى القوة هنتابع جزء من أنا يعني محضر لحضراتكم أنا والزميلي مجموعة من اهم اللقطات مش بس من الالماني كمان من الهولندي كل عناصر الكرة الحديثة القوة المتعة الإثارة السرعة هتشوفوا كرة حلوة جدا إن شاء الله في حلقة النهاردة وكمان هنروح لألمانيا نتكلم على مستقبل منتخب الألماني والنسخة الجديدة من الدوري الألماني البونزليجي النهاردة في السادسة هتكون حضرة معنا وهيشرفنا طبعا نهاردة إيهاب المصري نجم نادي المقولين هيكون ضيف علينا السابق طبعا هيكون ضيف علينا في السادسة نفتح معاه كتير من الملفات خلينا نروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقة السادسة مع حضراتكم موسيقى